اشتركوا في القناة على ضوء اهتمام جلالة الملك المفدى والحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتوفير خدمتين الكهرباء والماء وتلبية الطلب المتنامي على استخداماتهما والعمل على جذب الاستثمارات الاجنبية والتي تتوافق مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية عشرين ثلاثين وقال سعادة الوزير ان الدعم والمساندة من قبل اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية اسهم كثيرا في انجاز مشاريع هيئة الكهرباء والماء وفقا للخطط الزمنية المعتمدة من جانبه قال الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء انه بتدشين هذه المحطة ذات القدرة الكبيرة اصبحت الفرصة مواتية لمؤكبة التطور وتعزيز اعتمادية امن الشبكة الكهربائية في جزيرة المحرق وبين ان هذه المحطات اعتبر واحدة من سبع محطات لنقل الكهرباء بجهد 66 كيلو فولت اضافة الى ثلاث محطات اخرى لنقل الكهرباء بجهد 220 كيلو فولت تندرج تحت مشروع تطوير شبكات نقل الكهرباء الممولة ضمن برنامج الدعم الخليجي